وَمِثْلُ الْعِلْمِ لَنْ تَلْقَى خَلِيلًا وَأَهْلُ الْعِلْمِ نِعَامَ الْأَصْفِيَاءُ وَأَهْلُ الْعِلْمَا وَأَصْفِيَاءُ وَأَهْلُ الْعِلْمَا وَأَصْفِيَاءُ قال النبي صلى الله عليه وسلم ألاوة إن في الجسد مضغة إذا صرحت صرحت جسد كله وذلك نقول لا يمكن أن تجد في القلب أن تجد فيه إيمان إيماناً ولا تجد فيه أثراً في الخارج لأن النبي قال تصريحاً قال ألاوة إن في الجسد مضغة إذا صرحت صرحت الجسد نضحت ولا ما نضحت نضحت على الجوارح في هذا وهذا يجعلنا نقول بأن الظاهر يتأثر بالباطن والباطن يتأثر بالظاهر لكن الأصل أن بين الظاهر والباطن تلازم وثيق والمعنى إذا انتفى الباطن انتفى الظاهر وإذا انتفى الظاهر دل انتفاءه على انتفاء الباطن فهمتم القضية وهذه ترد لك على مجيئة الفقهاء وترد عليك أيضاً على من يقول بأن بأنني خرجت من الإرجاء إذا قلت العمل من الإيمان لا لابد أن تقول هو من الإيمان وهو ركن من أركان الإيمان أو شرط من شروط الإيمان طب كل العمل لا ليس كل العمل وإلا من الذي يقول بأن كل العمل ركن من أركان الإيمان ما ننصي ممتاز الخوارج المعتزلة يقولون كل العمل فرضه ونفله كله ركن من أركان الإيمان يعني لو ترك سنة الزهر كفر على بعضهم البعض دخل النوافر والواجبات ومن قال بكل عمل كل الواجبات يعني من ترك الزكاة كفر من ترك أي واجب من واجبات من ترك بر الواجبين كفر وهذا هو غلو الخوارج لما أهل السنة جماعة يرون بأن الأعمال ركن من الأركان الإيمان كل الأعمال لا بل جنس الأعمال وجنس العمل أركان الإسلام جنس العمل هو أسه وأساسه هو أركان الإسلام أركان الإسلام التلازم الوثيق عندنا كثير من الآيات التي تثبت التلازم الظاهر والباطل لأننا قلنا العلاقة هنا ما ورد في الباطل لابد أن ينضح على ضاء الجوارح والجوارح إن وردت قد نقول باللزوم تدل وقد لا تدل وهنا شعر فارقة وش الشعر فارقة؟ إن وجدناه ملازما لها معظما لها لابد نقول وجوبا أنه إيش دل على وجود الإمام في الباطل أما إن وجدناه متذبذبا وجدناه منفرا منفرا وجدناه غير معظم قلنا هذه فيها دلالة على إما الضعف وإما عدم الوجود ودي تكون لمن؟ للمنافق للمنافق للمنافقين وقد قال رب العالمين واصفل لنفاقهم مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله قال وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَةَ قال أثقل صراع المنافقين الأشياء والفجر شوف الآيات قال الله تعالى وَالَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَةَ مَا ذَكَرَ الْجَنَّةَ قَدْ في دخولها إلا بالإيمان مع تعمل الصلاة وهنا نحن قلنا العطف له مرات الثلاثة تفضل أول مغيرة أول مغيرة هو أصل المغيرة أصل في العطف المغيرة وله مرات الثلاثة مش تقولي الأولى المغيرة أصل في العطف المغيرة له مرات الثلاثة واحد ممتاز اثنين ممتاز ثلاثة الله أكبر أستاذ حسام المغيرة هو أصل له مرات الثلاثة لا ما قلتش واحد قلت انا قلت واحد هو اللي بيجعلها واحد. شوف شوف. هيكون فيها عطف الخاص على على العالم. زي ايش. اتقوا الدنيا واتقوا. واتقوا النساء. النساء جزء هو. عطف الخاص العام للتأكيد. الثالث. عطف العام الخاص. الاول بقى اللي هو انا اريده وهو ايه يا شطار. لا التلازم يا حبيبي. فهذه التلازم في الآية. الذين امنوا وعاملوا الصالحات. لا لا. على اساس انه منه يعني. يطلع على اسم. قد لكن هو تلازم. واطال في النفس التحاوية اعتقد او شرح التحاوية في هذا الباب. الذين امنوا وعملوا الصالحات هو الايمان لا يكون الا الا وجود العمل الصالح. والايمان عمل قلبي. والعمل الصالح قد يكون قلبا يكونوا ايش. ظاهرا بال بالجوارح. وايضا من التلازم الوثيق. انما المؤمنون لدينا اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. طب خلينا بقى نقف. عشان نعرف التلازم فين. ذكر الله. وجل القلب. لابد ان نقول التلازم. ها. حتى اقول ان هناك التلازم. ماذا يأتي لي مع ده? اسكت. 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 خلط. اسكت. بالله بلاش واصف. طب بتجاوب على ايه. مش فاهم سواب تجاوب. هو هذا. وجل القلب لابد ان نجد ايش. له اثرا فين. في الخارج. وهو بعد. وجلت قلوبهم. واذا تلات عليهم اياته زادتهم. وعلى ربهم. كل ده ايه. وجل وتوكل. اعمال قلوب. لابد وجوبا ترى ايه. اثارها وين. في الجوارح. هاتنا بعدها. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم. شو بقى الله ماذا قال. المؤمن الحق هو الذي ارتبط الظاهر والباطن معه. لكن تقول لي في باطن وفيش ظاهر. ليس مؤمن حقا. ليس من المؤمنين حقا. الاية صريحة جدا. اولئك هم المؤمنون حقا. وايضا في قول الله تعالى فان تابوا واقاموا الصلاة. وآته الزكاة. فاخوانكم في الدين. ها. قال فان تابوا. والتوبة عمل ايه. قلبي. فان تابوا. طيب. التوبة. مادام تستقرت في القلب. لابد تترى ايه. عمل في الجوارح. يبقى التوبة ستنضح عليه. فيقيم. فان تابوا واقاموا الصلاة. وجعل اخوة الدين مرتبطة بالمتلازمين. بالظاهر والباطن. وعند قاتل مئة نفس. تاب توبة صادقة في القلب. نضحت على الجوارح لما نضحت. لا. ده يقال انه هو. لما علم بموتي. نأى بصدري. نأى بصدري. حتى. قال الله لأرض التوبة. اقتربي. وارد المعصية. ابتعدي. ايضا من ذلك. ان تشابه الظاهر يؤثر تشابه الباطن. يعني يؤدي الى تشابه الباطن. تشابه الظاهر يؤدي الى تشابه الباطن. قال الله تعالى كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. ايش. تشابهت قلوبهم. فين وجه الدلال من هذه الآية يا ابراهيم. كذلك قال الذين من قبلهم. مثل قولهم تشابهت قلوبهم. ماشي. لما تشابه القلب اتحد القول. انتهى. لما تشابه القلب اتحد القول. وهذا فيه دلالة على ان لسان الفم يتكلم بلسان الايش؟ القلب. متأثر بيه. انت قلت كده. انا ياسف. انا ياسف. ما شفتش كويس انا. انا ياسف جدا. سامحني. قال الله تعالى ولو نشاء لا اريناكاهم فلا عفتاهم بسماهم. ولا تعرف انهم في لحن القول. وجه الدلالة. عشان اشوف كويس. وبيشرح للآية فان هو بيشرح للآية. هو مش جيب وجه الدلالة وبيشرح للآية. لا خلط. هو قال له عندما يلحل لك خذها علامة على ايش؟ على نفاق القلب. وهدي دلالة على ارتباط الظاهر بايش؟ بالباطل. وهدي دلالة على ارتباط الظاهر بالباطل. نعم. نعم شيخ؟ ده مش ممكن. ولاحظ القول ده مش يأتي إلا إيه؟ إلا بما بأضمر في القلب. هدي لابد من فراتات اللسان. لابد من حركات. لابد. وسمى الله جل في علاه الأعمال إيمانا. دلالة على ارتباطها في القلب وأيضا في الجوارح. العكس. العكس. يجعلك تستدل بأشياء في الظاهر على ما في الباطل. دلالة على الترابط. طيب. قال الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم أياتي لا يكفر بيها واستهزوا بيها. فلا تقعدوا معهم بعد حتى يخدوا في حديث غيري. إنكم إذن مثلهم. المثلية وين جاءت المثلية هنا؟ هم لم يقولوا ما قالوا. دل القول على ما في قلوبهم أنهم قد قالوا هذا الكلام. مفهوم؟ أما في الأحاديث فكثيرا. قال للسلام ألاوى إن في الجسد مضوء صلحة صلحة جسد كله. هذا فسد الجسد كله. وإنه كان يسوي صفوف للصلاة يقول استووا استووا ولا تختلفوا. ها ماذا كان يقول هذا؟ ولا تختلف فتختلف. يبقى اختلف الظاهر يؤثر فين؟ ولذلك قال للسلام ليس منا من تشبه بغيرنا. لماذا؟ أعطوه بما فيه. ولذلك قال بارئة الذن من جلس بين أذن المشركين. لأن من جاور شيئا حكاه. الإنسان يحاكي غيره. لذلك قال بارئة الذن من من جلس بين أذن المشركين. قال أنا بريء من من جلس بين أذن المشركين. قال لا ترى لا ترى أنا رهم. لماذا؟ لابد سيكون في بسلخهم. إحنا تعبنا كيف مع الأخت الفاضيرة بورجلي إيفل. وهي تقول لا العادة كذا يا بنت الحلال الدين. الدين. وهي عشان هي طيبة القلب نقية القلب. ابتدت تكسر في الأمور الإيش. اللي اتزرعت في داخلها أن دي ليس فيها شيء. وأنا كما قلت لك يا ملاخ تكلمني. وقال لي. الآن لا أستطيع أن أعيش في بيت في أمريكا. وأن أكون ليه احترامي. فأمريكا كمستوطن لابد أشتري بيت. وشر البيت لا يمكن أن يكون إلا فيه. بالربع يا عم يا شيخ. قلت لهم يا جوس. حرام. ألا أنا مش عيش في كرامتي. قلت لهم يا عم سيب الكرامة. يا عم سيب أمريكا أخي له واطلع. اترك أمريكا بأسرها. قال لي لا أروح فيه. أعزب إليه. فقلت خلاص يا بقى أنت أصلا لا تلزمني أنا أن أنا ألوي عنق الفتوى عشان سيادتك. وعيون سيادتك. طلع لي سوري قال لي أنا جيت هنا جارس بقالي. قال تسعة سين وشرين من ذلك. قالت بدلت أكثر من سكن ثلاث مرات. وإيجار ما أرضيتني أن أتملك. حتى الله جعل أجعل الأرباح تتكاثر في يدي فاشتريت ثلاث بيوت. عشان كف عن الربع. عشان كف عن الربع. المسألة عظيمة يا شيخ. لذلك قال ليس مني من تشبه بغيرنا. نعم. ولذلك قال لن سنة لتتبعونا. سنة لدينا ما قوليكم شبرا ومشبرا وضرعا وضرعا. فهو إن شبهه بالظاهر لابد أن يشبهه فيه. في الباطن يجروا على ذلك. فالظاهر يرتبط بالباطن. دلالة على أن العمل قلنا ركن من أركان من أركان الإيمان. أقوال أهل البدع في الإيمان نأخذها بعد الصلاة إن شاء الله. أقوال أهل البدع في الإيمان نأخذها بعد الصلاة. وهو في قول الكرماني أن جملة ما اتفق عليه السلف الإيمان قول وعمل واعتقاد وإيش؟ ونية. قال وسنة. قولنا عمل ونية وسنة. نأتي بكلام أهل البدع بعد الصلاة إن شاء الله. نأتي بكلام أهل البدع في الإيمان. السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى. والسلام على أعبادين الذين اصطفى. لا سيا من نبي المشتبة والأمين المصطفى على صحابتي الكرام وآل بيته الأعظام. المستقبلين الشرفاء وبعد. يعني ما عندهم حضرة في الجامعة فمش هستحمل الفصحة. فالإخوة معي ننهي بس بكلام أهل البدع في الإيمان. كلام مهل سنة وجماعة في الإيمان هو قول وعمل. قول بلسان وتصديقهم بالجنان وعمل بالأركان. أو قول قول اللسان وقول القلب. وعملوا القلب الجنان وعملوا الجوارح. وأهل سنة وجماعة يرون بأن القول والعمل من أركان الإيمان. فقول اللسان ركن من الأركان الإيمان. وقول القلب ركن من الأركان إيمان. وعملوا القلب ركن من الأركان إيمان. وعملوا الجوارح اللي عليه بقى الحرب الدروس هذه. وعمل جوارح ركن من الأركان إيمان. إذا خال الإيمان من ركن من هذا الأركان فهو الكفران. ما في إيمان. كفران هذا الكلام واضح. كفران. اذا خالى الامام من الاعمال الجوارح فهذا كفر. اذا خالى الامام من اعمال الجوارح فهذا كفر. اقوالها البدع في الامام ممكن نسمها اشيك اولا. دي صننا دي خلصة دي. اتصورته. ابن الرواندي ومعه بعض المعتزلة قالوا الايمان هو مجرد التصديق. طبعا هذا القول مجرد التصديق دخل في ذلك اليهون ابليس يدخل في المعارفة مش في التصديق. مجرد التصديق لانه قال هو هو قال نبي نبي الاميين صدقوا بانه رسول من الله قال ما الذي حملكم على هذا. قالوا قلنا ان كنت نبي سيحميك الله ويعصمك الله منه. لما سمموا الشات. وان كنت لذلك ارحان الله منك. فدخل في ذلك اليهون. لامجرد التصديق. فانهم يعني صدقوا بقلوبهم وجحدوا. ويدخل في ذلك ايضا عم النبي صلى الله ايضا. ويدخل في ذلك النمرود وفرعون. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. القول الثاني قول جهم. الجهمية وعدوا اسوأ اسوأ اهل البدع. قالوا الايمان معرفة فقط. ده معناه بقى ان ما في اي كفر على وجه الارض. ما لا 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 كفر. خلاص. المعرفة هي ما في كفر على وجه الارض. هم? ها? يعني انتهى الامر. هل يخلوا الملاحدة؟ الملاحدة يقرونا من نفسهم. منكرين? يعني هم يقرونا بال بالالهية. ويعرفون الله يعرفون الصانع. يقولون في صانع نحن. المرجئة. حط تقسين كده الكرمية. المرجئة مع الكرمية. بعض المرجئة والكرمية. مش كل المرجئة. المرجئة اصلا في الايمان اقسم ثلاثة. المرجئة في الايمان اقسم ثلاثة. يقولون الايمان هو اقرار باللسان. دون عقد القلب. في طائفة من المرجئة. ايوا. والكرمية. هو قول باللسان. ولا اشترطون عقد القلب. هذا عجب. بذلك ايش. ها? ايه. ايه. خلاص المنافقون. نعم. القول الاخر. للمرجئة. التصديق بالجنان. والاقرار باللسان. باللسان. ظل مرجئة الفقوائها. اللي هم اخراجوا العمل من الايمان. فالمرجئة منهم من يقول. الايمان ما في القلب. ومنهم من يدخل اعمال القلوب. ومنهم من. وذل اكثر فرقة المرجئة لها. مرجئة الفقار. ومنهم من لا يدخلها. كجهم. ومنهم من يقول انه ميرض القول باللسان. وده كما قلت هو كلام. الكرامية. ومنهم من يقول تصديق القلب وقول اللسان. ويقولون للعمل ثمرة. دون مرجئة الفقار. يعني فرقة منهم بتقول هو. هو ما في القلب. الايمان ما في القلب. ومنهم من ادخل عمل القلب. دي طائفة. ومنهم من لم يدخل عمل القلب. وطائفة اخرى شازة تقول بقول باللسان فقط. وطائفة قالت قول القلب. وقول اللسان وعمل القلب. ودول المرجئة الفقار. يعني اشاروا الي. ممكن نمساحها ايضا. عشان تكون مبهمك. لان هما قالوه اجمالا. قالوا قول اللسان وتصديق الجنان. You are Ever��. هنا باسعمل القلب هنا. ليس منهم من قلب على القلب. في منه مقالب عن القلب يبقى الحمد للذات هالكده يبقى عندنا أصلا جميل مرجع حياره البشراء كلها البشراء كلها منهم مقالب قول اللسان وده الكرمينه وده أسوأ أسوأ قول في في الإيمان أو أسوأ منه يكون المعرفة لأن ده على أقل في قول اللسان لا لا كده ده أفضل كده كم واحد خلاص الخوارج خشي بقى على الخوارج والخوارج الخوارج والعلاف قالوا الإيمان كل الطاعة فردا ونفلا فهذا قول أبعد الخوارج في هذا لذلك عندهم من ترك وقد قال قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص فقال دخل الجنة قال من أراد أن ينظر الرجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا فلينظر إلى هذا والمعتزلة هو قول الجبائي هو الطاعة المفروضة من الأفعال والطروق لكن دون النوافر يبقى يفرق منه من الخوارج النوافر بكده يعمل إيه بقى بيقول ده الإيمان بكده يدخل إيه المنافق المنافق بيعمل وإن كان يتزبزى فيه لكن بيعمل ده الجبائي من المعتزل باقي المعتزلة باقي المعتزلة قالوا هو العمل والنطق والاعتقاد وده بالضبط بالضبط هو إيه قول أهل السنة جماعة إلا شعره تعال 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 ده الأهم فأولا قالوا عمل ونطقوا اعتقاد هنا وافقوا على السنة الجماعة إلا في شيء شعرة الشعرة الغلوب وهي أنهم جعلوا كل العمل والسنة الجماعة جعلوا جنس العمل هنا يظل لك خلط وخبط ومش تلبيس بقى هو جاه من قال من قال بأن الأعمال رقم ورقم إيمان فهو من الخوارج كلامه فيه حقه باطل يا ابني وفيه حد قال لك أن ازدواجات الشرب لابد تكون يعني أنت أصلا ما تجيش غير بكبيتين لازم تأتي بالبلغ فيه إيه يا بابا يا حبيبي نشارف هذا ولا دا فهنا هذه مسألة من أعظم ما تكون وهي ترى إخوانك مسألة تقول لهم العمل شرط صحة لا العمل رقم يقول لك أنت سروري قطبي وهذا من قول الخوارج قوله في حق وقوله في باطل نعم الخوارج قالوا وده مش الخوارج طبعا هو قوله مين المعتزل لأن المعتزلة مخنسه مخنسه الخوارج المعتزلة بيلعبه على الحبل الخوارج وش كما يقولون وجه لوجه قوة عندهم قوة يقول لك ترك الصنة كفر ما فيه صنة تظهر ما سألش صنة تظهر كفر الخوارج خلاص المعتزلة في هذا الباب الذين يقولون بالمنزلة بين المنزلتين فالمعتزلة بيقولون بأن الإيمان هو عن الخوارج قال كل الأعمال نفل وفرض هو إيمان ده عند الخوارج المعتزلة قالوا هو عمل تركوه مبهم العمل والاعتقاد والنطق فأنت لما تقول لهم العمل روك المرأة المعلمان يقول لك أنت من الخوارج أو المعتزلة ودعو بيقولون الخوارج سيب خليهم يقولون الخوارج من الخوارج ليش عشان هذا لأن الخوارج قالوا عمل ونطق وإيه أعتقاد والله مش خاصر حاجة هم مش تفهمين يعني إيه لما تقول جاءت نسى عمل كافر يعني فيهم خوارج قولوا كده الخوارج مش عرف ان العمل عند الخوارج هو كل العمل هم مش فهمين الكلمة هو بس فقط قالوا المعتزلة قالوا بذلك وقالوا العمل وانت بتقول العمل فأنا بقول له نعم هو بقول العمل لكن أي عمل أنا بقول كل النوافل لو تركاه فهو في الجنة لو ترك كل النوافل وبقي على الواجبات وانت على المحرمات فهو في الجنة من أول وهن لأن الرجل جاء لنبي سلام قال الله أرسلك ثم قال الإسلام قال خمس صلات في اليوم والليل قال هل عليها هن قال لا قال إلا أن تطوع شباء هنا الجذب والله لا أزيد ولا أنقص لا أزيد على هذا ولا أنقص فقال النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة إن صدق أو قال أفلح إن صدق أو قال في رواية أخرى أقوى من ذلك قال من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فننظر إلى ذلك يبقى هنا نحن نقول شاء عربين المعتزين أهل السنوات الجماعة أهل السنوات الجماعة يقولون جنس العمل ركن من أجل الإمام قام بقى واحد جنس العمل قال لي طيب لو سمحت بر والدين من العمل قلت له من العمل قال لو طرق بر والدين يكفر قلت له لا قال له الله أو تنقت قلت له أنا ما تنقت لكنك اجهلت ما معنى جنس العمل جنس العمل هو ما ارتكد عليه الإسلام هذا أصله جنسه وأصله وركنه الركيم فجنس العمل هو ما دار عليه الأركان الخامسة الشهادة منتفق عليها وانتهى نضوع بقت الصلاة والزكاة والصوم والحج هذه عمل هذه ركن من الأركان من الأركان الإسلام فمن ترك جنس العمل يعني الأركان الأربعة تغليبا نقول الأركان الخامسة فقد كفر يبقى ما تدفر شوفوا الفارق لو فاهموا والله هيرتاح وهيرياحون لو ترك الصلاة والصيام والزكاة والحج فقد كفر دعك بقى رجل من المقهى عندنا وكل أكثر مقاهي مصر تقول مدام هنا طيب مدام القلب طيب وبيع فأنا في الجنة صلى بقى ما صلاش طبعا تونس فوق ذلك يقول لك قبل الموت وقال لك فوق في الجنة يعني المسألة رايحة في هذا فمصر اخترعت فقط بأنه يقول لك احنا ناس طيبين والطيب مش ممكن يخش النار فأحنا نقول له نقول له طب هات دابط الطيب من أجل إيش من أجل النوافة فهو الحاصل ان طلق الأركان الخمسة كفر الآن طلق الصلاة فيها خلاف وهم يقولون بالخلاف أنه كفر تارك الصلاة في خلاف نعم كفر تارك في خلاف نعم كفر تارك سياء نعم لكنه قليل أضعف كفر تارك نعم هو أقوى من كفر تارك السياء يعني فيه كفر وفي المباني صح فلذلك قلت لك لو طلق لو طلق الصلاة وحدها وواحد ما بيعتقدش كفر تلك الصلاة ما كفروش يبقى جنس العمل هو ما ارتكز عليه الإسلام هو ايش المباني الخمس تركها كليتا لا يمكن أن يقال بأنه مسلم لأن هذا إسلام ذاك الشيء الإمام ابن ثمان يقول لو وجدت رجلا قال لك أنا مسلم وزعب من الإيمان والإسلام ولم يجد لله سجدة ولم يطف بالبيت طوفا ولم شوطن ولم يتصدق بدرهم ولم يصم يوما فاعلم أن فعله كذب زعمه ليس من الإيمان مش ممكن ولأننا قلنا لو الإيمان في القلب حقا وش اللي يحدث ينضح في القلب ولذلك أنا أقول له النطق اشتردته مع أنه مرتبط بالقلب ينضح على قول الجوارح انتهى إلا لما انجحت إلا لما انجحت كده مفهوم الكلام ماشي كفر 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 ما أنا قلت خمسة ده تغليبا يا بابا حبيبي ده هنتكلم في واحدة لك أنا نضغت بالشهادتين أقول له طب أين الصلاة أين الصيام ترك كفر ليس بمسك سعيني وهذه هذه المسألة مسألة عندك جميع السلف خلق ذلك الشفعي نقل الإجماع على أن الإيمان قول وعمل والثوري قال سنة واخرون قرونية قال قول وعمل واعتقاد الشفعي قال لا يصحه أحد من غير إيش من غير الثلاثة الإيمان لا يكون إلا بمجموعة الثلاثة قول واعتقاد وعمل قول واعتقاد وعمل إذا اختل رقل من الثلاثة فإنه لا يكون مؤمنا والتلازم واضح بين الثلاثة هذا بدعة ضلالة طبعا إذا قال إنه جنس العمل فقط هو الصلاة ها المقصود فين لا صحيح أنه أركان أربعة هو إيه أنت تقصد لا أصلي فيه أحد يقول الصلاة فقط ومع ذلك نحن نقول لا ليس بالكافر تلك فاهم يقول ونقول بقول جميع لا ليس بالكافر تلك يا بيدا لا يكفر منهم من قل بذلك والصلاة فيها خلاف الأربعة فيهم خلاف يا شي أيه بس الأربعة فيهم خلاف يعني كفر ترك الصلاة فيه خلاف كفر ترك الزكاة فيه خلاف كفر ترك الصيام فيه خلاف كفر ترك الحدي فيه خلاف لكن ترك الأربعة السلب جميعا أجمعا أنه يكفر اللهم صلى الله عليه وسلم هو الآن جنس العمل هو إيش هو أركان الإسلام ماشي فأركان الإسلام الذي الخيمة شيخ فيها أعمدة طيب لو نزعت الأعمدة الخيمة تروح فين ممتاز هذا المتكلم فيه هذه خيمة الإسلام إنزع منها أعمدة الإسلام لذلك قلنا بقى لو ترك الصلاة بس وحج وبيصومة وزكي قلنا فيه خلاف لكن لا نقول بكفر يعني جزما الجميع قول بكفر لأنه ما تركش جنس العمل فجنس العمل يساوي إيش المباني يساوي إيش المباني الأربعة ترك الأربعة يساوي كفر طيب ترك واحد منهم نقول سيقع في خلاف الفقاء في هذا البن يبقى جنس العمل هو المباني الأربعة ترك مفرادة من مفراداته فهو إيش في الخلاف ترك الكلية هذا من الإسلام على أسكي كفر فهمتم كده كده تفهم الموضوع طيب تعب أن ننظر هنا إلى المصيبة الكبرى المعتزلة يقولون مجرد التصديق دخل إيش اليهود ماشي ده جهن المصفوات بيقول معرفة خلاص ده أسوأ قول في الإيمان هو قول الجهن المصفوات المرجاء المرجاء عندك الكرمية طبعا بيقولون فقط المسألة فيها قول اللسان إذا قال بلساني لا إله لله فهو من المؤمنين المرجاء مرجية الفقاء يقولون قول باللسان وعمل وقول بالقلب المرجاء ثلاثة أخصائر مرجاء ما قالوا مسألة الأقوال أنه بالقول لبعض منه وذول اتفقوا مع من مع الكرمين والمرجاء الثانية الذين قالوا بأنه تصديق بالجنان وأنه قول باللسان ودول مرجية الفقاء منهم يقولون وأن العمل ليس من الإيمان لكنه سامرة الإيمان أو يقولون العمل يؤثر ودل حدب الطحوي أو شرح الطحوية يقول والخلاف في الإيمان بين أهل السنة والجماعة ومرجئة الفقهاء خلاف اللفظي لأنهم بيقولوا بأن الإيمان سامرة عمل لقد يقولون أن الإيمان مؤثر العمل مؤثر يعني له إيجابيات لو تركه سلبيات ولو إيجابيات فقال كده خرج من المرجاء يقولون ما فيش العمل يزيد العمل لا يؤثر في الإيمان لا يزيد ولا ينقص ذلك فرع المسألة هنا أنه السنة والجماعة يقولون 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 بأن الإيمان يزيد وينقص لأن الأعمال منهم يزيدوا بالعمل وينقص بعدم يترك ترك العمل ذت شحب كلها الخوارج فرقوا أهل السنة والجماعة وافقوهم وفرقوهم فرقوا أهل السنة والسنة قالوا كل الأعمال هي هي الإيمان وحقيقة الأمر ترى الفرق بينهما في التطقيق أهل السنة والجماعة يرون الإيمان حقيقة مركبة وأهل البدع والضلالات يرون الإيمان شاءً وحيدا فهمتم؟ ده الفرق أهل السنة الجماعة روناه حقيقة مركبة وهنا يستطيع أن يقول لك يجمع في الإنسان صدق وكذب إخلاص ونفاق إيمان وكفر لكن كفر لا يخرج من المل كما قال إنك مرؤ فيك جهلي أربع من كنا فيه كانوا منافقا خالصا وكان فيه خاصة من هنا كان فيه خاصة من غصاب النفاق حتى يدعها فهنا الفرق والفرق بين أهل السنة الجماعة وبين أهل البدع والضلالة أهل السنة الجماعة يرون الإيمان حقيقة مركبة حقيقة مركبة وأهل البدع والضلالة يرونه شيء واحد المرجع يقول لا يضر مع الإيمان ذنب ما فيش مش يذهب طالما وجد التصديق في القال خلصت عندهم طيب والخارج يقولون إن ذهب طرفه أو فرضه أو نفله فقد ذهب كله فقد ذهب كله ما عندهمش التجزئة وهنا التجزئة تجعلنا نقول نقول كل ما قارب لا إله إلا الله كان من الرقم الوثير كل ما بعد كان فيه ضعف في التأثير على أصل الإيمان في مساء التأثير على الإيمان فالإيمان قد يكون وهدي تجعلك على الأقل في حسن نظرك لفعل ربك لك أنك لا تقنط الخوارج يقنطون يعني لو تنفس معصية كفر ولو متع كده خلت في النار أعوذ بالله من هؤلاء القوم أعوذ بالله يقنطون الناس من الله جلال فعله أمل السنة الجماعة أمل المرجعة يزني يشرب خمر يسرق يظلم لا شيء أنت فجان يا ابني أنت يا ابني قال بغطي والنية البيضاء تصل بالإنسان إلى الجنة البيضاء هذا اللي عندهم في هذا الباب شاهمني ضيعوا الناس كلها وجعلوا إيمان جبريل أحد الناس كأيمان جبريل وأمل السنة الجماعة وسط عدول لا ينظرون بعين عوراء يقولون المعصية تؤثر فينزل رتبة ورتبة وممكن يستحق العقاب لو زادت سيئته على حسنات ما دام معه أصل الإيمان أو الإسلام أصل الإيمان قالوا والإيمان يزداد فارتفع درجات ودرجات لا يستوي من سبق إلى الله مع ممن تباطى قال أصحابي أصحابي لا تسبو أصحابي ده الكلام لمن؟ لخالد عشان من أجل من؟ عبد الحنون العوف فهنا الرتبة أيضا تتفاوت الرتبة هنا أيضا تتفاوت يبقى أقول أهل بدع أهل سنة الجماعة بس يتبقى أهل سنة الجماعة مع عشان يرون الإيمان الشاعة الوحيدة اللي يتجزداد بخلاف علي السنة والإيمان اللي أغرخ وهاية مركبة من خلال عملة جيدا بس خلص هذه أهم مسألة لابد أن يحفظها ساوي صور يا ابن أهل سنة الجماعة سنة الجماعة الله أكبر أولا بس قبل أن نختم الإخوة كلها تدعو الأخين منظم اللهم أسكنوا في ساحة الجنات يا رب اللهم بحق لا إله إلا الله أسكنوا في ساحة الجنات اللهم يواجهك الكريم أسكنوا في ساحة الجنات الإخوة الأفاضل والله أنتم أنا أحبكم جاء في الله هنا لمن أراد أن يتبرع لعمل صادقة جارية لأخينا الفاضل مندو رحمة الله عليه وأيضا يدعونكم إلى أورس أخينا حاتف بس هنا من أراد فليحسن لعلها تكون صادقة جارية تزبط لأخينا مندو رحمة الله عليه نسأل الله أن يحفظكم ونأسأل الإخوة المشرفين ليتهم يعني يكتبون دعاء له ونأسأل الله الإخوة المسكنوا في ساحة الجنات ردي الله عنك أشخي أحمد طيب خلاص الآن أخذ مستراشي يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان قضى وانصرم فكن ما حيت ضنينا به فضنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخيا حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك وعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وذابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم فإن الهموم بقدر الهمم